يا أهلا بحضراتكم حلقة جديدة من رقم عشرة والله الواحد الأدرينالين عنده عمالي على مستنيين أول مباراة لمنتخبنا في كاس الأوم الأفريقية وإن شاء الله ربنا يكرمنا بفتحة خير بإذن الله في البطولة هقولك حاجة الواحد المراضي تحديدا يعني مش أهلقان قوي عندنا منتخب حلو الروح حلوة اللي حوالين المنتخب حلو مفيش دوشة في الكورة في مصر لو تلاحظ يعني مفيش أزمة مفيش مشكلة عند المدرب مفيش مشكلة عند لعبة المنتخب مفيش مشكلة عند الأندية مفيش مشكلة في الإعلام مفيش مشكلة عند الجمهور الحالة اللي احنا فيها دلوقتي دي هي حالة أقرب ما يكون للحالة اللي كنا عليها في 2006 و2008 و2010 ضيف على ده ان انت عندك جيل من اللاعبين محترم جدا في كل المراكز النهاردة قبل ما خش على الهواء كنت بتكلم مع بعض الأصدقاء على التشكيلة الأمسة اللي منتخبنا في المباراة الأولى أمام موزنبيق وبدأنا نختلف هو يلعب بمحمد هاني ولا عمر كمال عبد الواحد الاثنين حلوين يلعب بمحمد حمدي ولا يلعب بأحمد فتوح والله هالثنين حلوين طيب يجي في النص تلعب بمحمد النني ولا حمدي فتحي ولا مرانة عطية ولا زيزو ولا إمام عشور تلعب بمين والله كلهم حلوين كلهم حلوين فانت فيه لعيبة هتحتار تلعب بمرموش ولا تريزيجي صلاح خلاص ضامن مستوى محمد ضامن عبد المنع محجازي ضامنين شناوي ضامن فيه لعيبة ضامنة يعني أماكنها الأساسية بس اللي عدكة مش وحش اللي برا مش وحش بس دول الامور بالنسبة لهم شبه محسومة لكن فيه أسماء تانية كلهم مستوياتهم تقريبا زي بعض كلهم مفدين فاحنا عندنا جيل حلو جيل يفرح انت كنت سعب تخش بطولات لكاس الأمم وانت بتقول ينهى ربيض لو لعب تصاب في أي مركز هنعوضه ازاي بص دلوقتي الوحيد تقلع عليه قوي دايما يعني صلاح وده طبيعي يعني منطق يعني واحد من أحسن لعيبة في العالم فلولا قدر الله بقت فاهم وبركة تقلع وتحس ان فيه خوة كبيرة وقعت في المنتخب لكن الباقي كله مستوى حلوه قرائب من بعض كلهم حلوين كلهم حلوين مفيش حد فارق في المنتخب غير صلاح طبيعي صلاح فارق على لعيبة العالم يعني اbench محدش يقول لي ايه انت كتاب تقلم عيبة المنتخب لا صلاح فارق على لعيبة العالم فطبيع يعني لكن الباقي كله حلو الباقي كله هيل والروح حلوة انا واقف كتير عند الروح طيب دي جزئية جزئية تانية اللي كنت بتكلم عنه في الانترو منذ لحظات في مقدمة البرنامج وهي نبدأ ناس تتكلم على فكرة انه يا جماعة انا حسين انتوا حسين فيه كاس انا شفت ده على السوشال ميدي اقولك هو انتوا حسين فيه كاس الأفريقية اه حسين هو انتوا يا جماعة هتشجعوا منتخب مصر اه طبعا هتشجع منتخب مصر يا عم عوص لعيبة الاهلي ولعيبة الزمالك ولعيبة مش عارف ما فيش الكلام ده كده كده كل مرة بيبقى فيه لعيبة اهلي بعدد ولقبت الزمالك بعدد ومحترفين مش عارف ايه ومين يتاخد كل الجدل اللي بيحصل ده اول ما منتخب مصر بينزل في ارض الملعب مصر كلها حتى اللي مالوش في الكورة بيساند وبيشجع المنتخب وتشوف الاعلام بتاعت مصر في الشوارع بتتباع وتشوفها على البيوت متعلقة كل الناس الروح الوطنية بتاعت منتخبنا بتطلع مع اول لمسة اول ما اللي ما بتسانطر في الملعب احنا كلنا متشجع وبنساند وبندعم ما فيش قلق من ده سيبك سيبك اللي بيخلش يعني من الجمل اللي زي ديت هم حابة قد كده لا قد كده اصغر شويتين تلاتة بلا قيمة يقولك اصليه فيه ناس يتقولك لا يا عم انا في رئيتي الاهلي لا لا انا في رئيتي الزمالك يا سلام تتهزر ما فيش الكلام ده انت اخرك في اتنين جنبك لكن ملايين الشعب المصري يسندوا ويدعموا ويقفوا ويحبوا ويعشعوا منتخب بلدهم زي اي شعب في العالم بالمناسبة يحب منتخب بلدهم اشتركوا في القناة